في لقاء صحفي بقصر الأمم المتحدة بجنيف استعرض فريق الخبراء الدوليين حول اليمن التابع للأمم المتحدة تقريره الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن واعتبر الفريق الأممي أن إطلاق الحوثيين قذائف متفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية واستخدامهم للألغام الأرضية يعتبر انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ويرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وشكلت انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأدان الفريق الأممي الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على بعض المدن اليمنية واستخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين واستغلال الإغاثة الدولية لتنفيذ أجندة سياسية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هذا ما أكده تقرير الخبراء الدوليين حول اليمن طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف